اشتركوا في القناة القمر موجود في برج القوس لليوم الثاني رح يكون متواجد في منزلة البلدة وهي المنزل جيد للثبات والربح والسلامة وطبعا بما ان القمر موجود في القوس معناته الفترة هاي منشعر بابتهاج ومنجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا الى عالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل الى الترحال والسفر والرياضة والمغامرات وبوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان ما وخصوصا انه اتصالات بعيدة اما بالنسبة للقمر رح يشكل اول زاوية هي رح تكون بعد الحلقة هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين عطارد وزحل هاي طبعا مش مع القمر قربطت انا في البداية هاي من الزوايا الوطيئة اللي تأثيراتها بيكون لها تقريبا الخمس ايام او اربع ايام ورح تستمر تقريبا بحدود الخمس ايام الزاوية هاي رح تتشكل الساعة 11 و 57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على التحليل او على تحليل الامور اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة 55 دقيقة صباحا بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر والشمس ورح تكون في تمام الساعة 11 و 45 دقيقة بتوقيت جرينيتش ظهرا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم وبرضو من الاصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة بصير في عنا خلو المسار خلو المسار هذا بيبلش من الساعة 11 و 45 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش لغاية منتصف الليل ساعة 12 منتصف الليل بتوقيت جرينيتش يعني بكرة رح نحكي عن الشق الثاني من خلو المسار وانتقاله يعني من هاي الساعة اللي هي 11 و 45 لغاية الحلقة في احنا بنكون في فترة خلو المسار فترة خلو المسار معروف انها فترة سلبية وهي لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبتشمل ذلك موليد جميع الأبراج دون استثناء ما تبدأ بأي عمل مهم لا توقيع عقد ولا خطوبة ولا زواج ولا أي أمر من الأمور حتى مشتريات الأشياء الغالية برضو ينصح انها ما تكون في فترة خلو المسار إلا إذا كنا عقدين النية عليها من قبل خلو المسار بالنسبة للقمر في القاوس خلو المسار حكينا إنه يوم 12 اللي هو اليوم ورح يستمر ليوم 13 بعد منتصف الليل عشان يقولنا بكرة رح نكمل شرحه ولكن إنه مش إلى يوم 13 إنه رح يستمر مثلا لساعة الظهر برضو هو رح يستمر لأول دقائق من بعد منتصف الليل يعني تقريبا بعد خمس دقائق من منتصف الليل بتوقيت جرينيتش وبكون القمر انتقل لبرج الجدي طبعا القمر انحسار الأحدب عمره 18 يوم في تمام الساعة 8 و 3 دقائق مساء بيصبح عمره 19 يوم نسبة الإضاءة 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى 19 أربع المزاج سعيد القمر في القاوس حتى مساء 13 أربع مزاجه منتحس عطارد في الحمل حتى يوم 27 أربع مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء حتى 13 أربع بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى 13 أربع مزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى 14 أربع تراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11 أربع ببدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى 15 ثمانية بعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23 ستة بعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد طبعا قبل ما ندخل في الأبراج كل شخص بيسمع برجه وبيسمع طالعه بشوف مين الغالب عليه اكثر هو اللي بيوخذ فيه والافضل انك انت تأخذ البرج وتطالع وتدمج ما بين التوقعين عشان تشوف ايش الاشياء المشتركة بكون هذا تحليل لك انت شخصيا الاشخاص اللي بسألوا بقولك انا اي بيت او برجي اي بيت او ايش هي البيوت او ايش مقصود في البيوت اللي انت بتحكيها في صندوق الوصف في اسفل الفيديو في رابط بدلك على حلقة بشرح فيها البيوت ايش معناها و ايش بتعني وفي برضو روابط للطالع وروابط لكيف تطلع الطالع وموقع وكيف تستخدمه انت عشان تستخرج منه الطالع يعني في مواضيع كثيرة في ناس بتسأل بتقولك طب وين هو صندوق الوصف صندوق الوصف تحت الفيديو مباشرة بتلاقي انا حاط عنوان للفيديو مش انه برج اليوم لا في تحتي كتابي انه هاي القناة قناة نشرح فيها الابراج اليومية والشهرية والاسبوعية والحركات الفلكية وبعدين بيوقف الكلام بيكون مكتوب لك ثلاث نقاط المزيد اكتبس على كلمة المزيد بيطلع لك هذا اسمه صندوق الوصف وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم افضل من الامس تنشط اليوم في مجال دراسي وامور الها علاقة باوراق سفر او امور الها علاقة باتصالات خارجية او افكار بتطلب منك انك انت تنشط بامور بحثية الها علاقة بدول ثانية او لغات او ثقافة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم بتستعيد حماستكم بتنطلق في تنفيذ خطة او فكرة جديدة بتتلقى اشارة او خبر بتكون الفترة دينماكية عندك حركة بتشكل محطة لانطلاق او للانطلاق بورشة جديدة طبعا القمر موجود في البيت التاسع فهو بيت حليف لعيلك فعشان هيك بدعمك ايجابيا اما بالنسبة للخارطة الفلكية وايش نتوقع لك خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الاول هو يعني شوي بيكون في نوع من انواع الايجابية خلال هذا النهار عندك نوع من انواع الطاقة او مشحون بطاقة بسيطة بتحفزك وبتشجعك على انك تشحن حالك بطاقة ايجابية ويكون عندك نوع من انواع الانبساط او الاختلاط بالمجتمع او انك انت بيكون عندك نفسية احلى بتقدر تنجز اليوم من خلالها اشياء كثيرة اما بالنسبة للبيت الثاني البيت الثاني اليوم روتيني وبيت المال روتيني ما فيه اي شيء جديد ما فيه اي مبادرات جديدة يعني على حسب الروتين وعلى حسب وضعك انت اليوم بتنشط في هذا المجال اذا انت من الاشخاص اللي على رأس عملهم فبكون فيه نتائج اذا كنت من الاشخاص اللي قاعدين في البيت فاليوم خالي من اي نتائج اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات اللي هي القصيرة وخصوصا للاشخاص اللي بيطلعوا من البيت اللي بتنقلوا او بسوقوا او عندهم بقالات او المحلات اللي بتنفتح اللي هي التجارة المحلية احنا منسميها هدولا رح يستفيدوا خلال هذا النهار وممكن يكون عندهم نشاط عالي جدا اما للتسويق او للإقناع سرعة بديهم البديهة عندهم عالية جدا بيقدروا يقتنعوا اي شخص بوجهة نظرهم وعندهم رغبة بالتحرك والنقاشات والتواصل مع المجتمع وفي منكم ممكن يحث ابنائهم على الدراسة اما بالنسبة للاشخاص اللي قاعدين في البيت فبكون همهم اما التليفون او الكمبيوتر او وسائل التواصل الاجتماعي بتكون غزيرة في منكم ممكن يهتم بقراءة موضوع او الاطلاع على مواضيع معينة او يجمع الاخوي او لقاء اخوي او عائلي يكون فيه من خلاله نوع من انواع النقاش او البحث او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الامور شوي يعني فيها نوع من انواع الضغط على مستوى البيت الرابع فعشان هيك فيه نوع بغلب عليك نوع من انواع العصبية او الحدية في التعامل مع افراد العائلة ممكن سوء تفاهم او انه ما فيه نوع من انواع التواصل ما بينك وبينهم عشان هيك اليوم بدك تمسك حالك قدر الامكان فيه منكو ممكن يتعرض عنده البيت لبعض الاعطال او ممكن هو بادر بتصليحات او ترميمات معينة ولكن بحركة عنيفة يعني بصفة الامر وبدنا نعمل وبدنا نسوي وبدنا نشيل وبدنا نحط يعني هاي التوجيه الاوامر ممكن انها شوي تعمل نوع من انواع التوتر في البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فاجمالا البيت الخامس يعني بدعمك بدرجة كويسة فيه نوع من انواع التواصل ما بينك وبين الحبيب بتعزز هاي اللقاءات العاطفية او الافكار العاطفية او التعاطف مع الغير في منكم ممكن يهتم بمسائل اه إلها علاقة بالتواصل مع الاحبة او تفقدهم او تذكر مواقف اه قديمة اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور يعني ايجابية شوي بتدعمك على مستوى انجاز بعض الاعمال يعني بتشجعك بشكل ايجابي لكن ممكن انك انت تعاني من بعض الكسل او ممكن تعاني من تراجع طفيف في الصحة حاول انك تراقب وضعك الصحي و يعني ما تستهين بالامور بدك شوي تراحة وراقب ادويتك وتغذيتك اما بالنسبة للبيت السابع البيت السابع بدعمك بشكل جيد على مستوى الشراكة في نوع من انواع التفاهم والتناغم ما بينك وبين الشريك خلال هذا النهار فاللي في مشاكل بينه وبين شريكه اليوم بيقدر اذا هو حابب اذا هو حابب انه يبادر بمصالحة او بالاتجاه لمصالحة معينة او التناقش في موضوع او يتناقش في موضوع انهاء خلاف اليوم بيقدر يبادر في هذا الموضوع فهو جيد للمناقشات والمشورات والتواصل الايجابي ما بينك وبين الشركاء المال والعاطفي اما بالنسبة للبيت الثامن فشايف ان البيت الثامن شوي في نوع من انواع الروتينية ولكن انه برضو بعطيك نوع من انواع الايجابية على مستوى امور الهلاقة بالاموال فممكن تهتم بابراق او ملفات او اشياء الهلاقة بدون قديمة او بعض الاجراءات القانونية او اشياء الهلاقة بمستردات قانونية او بعض الدعم اللي ممكن يجيك من مؤسسات حكومية اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بدعمك بقوة على مستوى ما ذكرناه في بداية الحلقة من توقعاتك يعني بداية توقعاتك فالقمر موجود فيه وبدعمك بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت العاشر اليوم يعني الجو اهدى من ايام امس بخصوص الضغط على السمعة فبتلاقي اليوم فيه نوع من انواع الروتين بتنجز الاعمال الضرورية بتحاول انك انت تكون يعني تعمل الروتين اللي عليك ما فيه عندك اللي الايجابية القوية في الموضوع ولكن شو بنطلب منك اعمال اليوم تنجز ها اما بالنسبة لها بيتك 11 فانا شايف البيت 11 جيد على مستوى التواصل مع الاصدقاء فيه منك اليوم ممكن يتواصل مع صديق او مع معرفة او ممكن يتفقد بعض الاصدقاء فيه منك ممكن يصير فيه نوع من انواع المشهورة عن مسألة معينة عن اتصال بأحد الاصدقاء للتفاهم معاه او لاتمنان على صحته يعني فيه نوع من انواع التواصل الاجتماعي الايجابي خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيت المتاعب لبيت المتاعب شوي فيه نوع من انواع الضغط ولكن مش بالقوة يعني بنقدر نحكي انه ايجابي اكثر مما انه سلبي دعنا النقطة اللي بنحضر منها اللي هي بس انك انت حاول انك تنجز العمال الضرورية المطلوبة منك حاول تأخذ قصد كافي من الراحة انها شعرت بأي تعب حافظ على دويتك عشان ما تخربطش فيها وفي نفس اللحظة اللي هي القلق من على صحة احد الاشخاص اللي بتعرفهم او ممكن تطلق خبر مزعج برج التور القمر موجود في البيت الثامن عشان هيك بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك لازم تخففوا من النفقات المتصاعدة حسن اداءك فاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات حاول ايجاد حل وسط حاذر المواقف المتصلبة ما تكون قاسي مع احبائك وما تهمل واجباتك طبعا قبل ما ندخل على توقعاتنا على الخارطة الفراكية يعني بتوقعات الشهر انا حكيت انه هذا شهر صعب ومتعب جدا لغاية انتقال الشمس لعندكم فعشان هيك الفترة هاي الضغط الكامل اللي انتو بتحسوه الاشياء اللي بتتعركس المشاكل الخلافات سوء التفاهم اللي بيصير التعطيلات هاي اللي بتصير معاكم حجم الضغط الكبير هذا اللي انتو بتحسو فيه انا حكيت عنه والسبب هو تواجد الشمس في الحمل وهو بيت متاعبكم فعشان هيك هذا الضغط ما رح ينتهي الا عند عند انتقال الشمس لا تدخل على برج الثور وما رح تنتهي بشكل سحري انه كل الابراج رح تحس بتحسن رح يصير التحسن بشكل تدريجي يعني بالتدريج يعني اليوم عيد ميلادك اليوم بتبلش انت تحس بتحسن العيد ميلاده اللي بعديك اللي بعديك اللي بعديك هيك بتصير العملية ولكن انه بتخف حدية في هذا اليوم في هذا الشهر من الاعطال وامور ثانية بتلاقي نفسيتك تغيرت اكثر من الشهر الماضي عشان هيك بتكون تصبروا شوي واستغلوا حركة القمر بايجابيات او بالنقاط اللي انا بحذر منها عشان انتوا تستفيدوا وتعرفوا نقاط القوة ونقاط الضعف اما بالنسبة للبيت الاول البيت الاول اليوم يعني شبه روتيني او روتيني بحت بدناش نقول شبه عشان هيك اليوم انت شخصيتك متقلبة ما بين ايجابي وسلبي بتحكمك طبيعتك اذا كان كنت انت من النوعية العصبي فاليوم انت عصبي وحد المزاج اذا كنت من النوع النكد طبعا رح تكون اليوم كله نكد واذا كنت انت من النوع المرح اليوم رح يكون كله مرح على حسب طبيعة تكوينك اليوم هذا رح يكون وبرضو على حسب طالعك اما بالنسبة للبيت الثاني البيت الثاني بيدعمك بشكل جيد مقبول مش زي الامس ولكن انه برضو مقبول تقدر تسعى لامور الها علاقة بالامور المالية ممكن تسعى في امر لتحصيل بعض الاموال ممكن يجيك نوع من انواع الدعم او ممكن انت الطالب بديون او اشياء بتعود لك اما بالنسبة للبيت الثالث فبتنشطه اليوم على مستوى الاتصالات او او عرأس عملهم تنقلات وممكن تواصل مع جهات معينة او اشخاص معينين اللي بيشتغلوا بالتجارة المحلية او تجار الاصغار هدولا ممكن انهم هم يبرعوا في عملية التسويق او عملية اقناع الاشخاص بالمنتج اللي عندهم لتسويق ولا التجارة اما الاشخاص اللي في البيوت فبنشطوا على مستوى الاتصالات والمواصلات وسائل التواصل الاجتماعي تواصل مع الغير حث ابنائهم على الدراسة وممكن يكون في تعاون ما بينهم وبين اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع يعني البيت الرابع شوي بدي يكون في نوع من انواع يعني ايجابي بناشي نقول سلبي فعشان بيدعمكو على مستوى البيت فبتلاقي في نوع من انواع الهدوء اليوم في البيت الا انه في ساعات الظهر ممكن يصير في نوع من انواع التوتر او العصبية حاول انك تمسك حالك وما تحتد حتى لو كان الامر في سوء تفاهم يعني حاول تمسك حالك وما تنفجر من الغضب اه وتخلي باقي نهارك كله في مشكلة حاول انك تمسك حالك في هاي الساعتين او الثلاث ساعات على اساس انك تتجاوزها اللي هي فترة الظهر وبعدها الامور ان شاء الله بتكون لصالحك وكمان لا تنسى انه يعني اليوم هو اخر يوم بالضغط وبكرة القمر بصير في بيتك التاسع فرح يدعمك بشكل اقوى يعني هاي الضغوط رح تطلع منها تدريجيا اما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس على المستوى العاطفي في نوع من انواع الحدية فعشان هيك يبدأك تحاول تمسك حالك قدر الامكان من ردات الفعل ما تتحسس من تصرف الحبيب او تقصيره حاول ما تدخل بمواجهات كبيرة ما تكبر الخلاف ما تدخل بنقاشات حادي جدا ما بينك وبين الحبيب عشان المشاكل ما تكبر زيادة يعني بدي يكون في عندك نوع من انواع التوازن وبدك تكون حكيم في امتصاص الغضب اما بالنسبة للبيت السادس يعني البيت السادس بعطيك قدرة عالية على انجاز اي مهمة او اي وظيفة بتتوكل بتوكل اليك بالفترة هاي عندك قدرة على انجاز كتير من الاعمال وبرضو عندك قدرة على اكتساب الاشخاص في مجال عملك عشانيك اليوم ايجابي كامل على مستوى العمل وخصوصا اللي رح يستفيدوا من هذا البيت الاشخاص اللي بيطلعوا من البيت والاشخاص الموجودين في البيت اللي بيقدروا ينجزوا عملهم من خلال البيت اما بالنسبة للوضع السحي فانا شايف انه يعني اجمالا الوضع السحي احسن من الفترة اللي ماضية اليوم بتحس بنوع من انواع الارتياح اما بالنسبة للبيت السابع البيت السابع بدعمك على مستوى الشراكة فعشان هيك اليوم في نوع من انواع التواصل ما بينك وبين الشريك ممكن اليوم تبادر بمصالحة معينة او تقارب في وجهات النظر او بداية فكرة جديدة او تواصل جديد ما بينك وبين الشريك ان كان المال او العاطفة اما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع ايجابي بدعمك بقوة برضو على مستوى الاتصالات الخارجية او اشخاص خارج البلاد وممكن انت اتصالات تفقدية ممكن تنشط انت في امور الها علاقة بالتواصل مع اشخاص خارج البلاد اما لعمليات تجارية او لعمليات دراسية او لا امور اطمئنا في منكو رح يهتم باوراق قانونية وفي منكو رح تكون لصالحه طبعا وفي منكو ممكن يهتم لا اشياء الها علاقة بدراسة لغة او الاهتمام بثقافي معينة مثل ثقافي او فلسفي او دين او امور من هاي الامور اما نقاشات او نوع من انواع البحث اما بالنسبة للبيت العاشر فاليوم فارغ تماما بعد يومين كانوا حدات على مستوى السمعة فاليوم بيت السمعة هادي ما فيه اي مشاكل بالعكس يعني ممكن يعطيك بعض الايجابيات في بعض الاوقات عشان هيك اللي على رأس عملهم اليوم بيقدر ينجزوا الاعمال المطلوبة منهم وممكن انهم يكونوا ملفتين النظر لزملائهم او رؤساهم بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد يعني اجمالا فممكن يصير اليوم نوع من انواع التواصل ما بينك وبين احد الاصدقاء او المعارف او تتواصل مع مجموعة معينة ممكن انت تتصل في شخص للاستفادة من علاقاته او من علاقاتك انت لحل مشكلة معينة او لطلب رأيه في موضوع معين او لاستشارته في مسألة معينة يعني برضو يوم ايجابي على هاي النقطة اما بالنسبة لبيت المتاعب فاليوم مش هالقوة بالضغط عليك من قبل بيت المتاعب فعشان هيك شوي الامور ممكن يكون فيها بعض الاشياء اللي بتتعلق في امور الها علاقة بالتلبكات او امور الها علاقة بالقلون توتر العصبي اشياء من هذا القبيل او بعض امور الها علاقة بشد العضل حاول انك انت تأخذ قصد كافي من الراحة ما تجهد حالك كثير انجز الاعمال الضرورية المطلوبة منك وحاول انك انت تأخذ قصد كافي من الراحة في منكو ممكن يهتم بمسألة او خبر ممكن يجي من الخارج او من الداخل هيكون بسبب يعني الو علاقة بصحة احد الاحبة او الاقارب ام بتعرض لشيء معين الو علاقة بالصحة برج الجوزاء طبعا القمر الان مقابلكم مباشرة مثل ما ذكرنا باب في يوم امس فعشان هيك بتحسوا في نوع من انواع الضغط وهو وجود عليكم يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل او العاطفة ولكن بدك تتجنب الغضب والانفعال وما تخلي حد انه يستفزك احمي سمعتك من التشويه يعني الفترة هاي ممكن يكون فيها نوع من انواع الامتحان خصوصا لجهوزيتك اللي هي كيف الامتحان اللي بكون قبل ما يحصر الواحد على جائزة فهي هاي الفترة بتعتبر كنفس الصفة هاي انه انت في الفترة هاي كأنك في امتحان والفترة الجاي رح تمنحك جائزة على حسب ما انت بتصبر وعلى حسب ما انت بتتحمل وعلى حسب ما انت بتتعاطى مع الظروف الضاغطة اللي انت فيها اهم اشي انك انت تتحامل على نفسك شوي وتمسك نفسك من الغضب والاستفزاز طبعا بالنسبة لتوقعات الخارطة الفلكية بالنسبة للبيت الاول يعني الامور تقريبا نحكي انه اليوم مش مشحن بطاقة كبيرة انت بالعكس في عندك بعض التراخي مزاجك يعني روتيني متقلب فعشان هيك بتتعامل مع الامور انت بيعني عادي باريحية صارت صارت ما صارت عنها عمرها ما صارت يعني لا مبالي كثير في الامور اللي بتصير حواليك ولكن انه العصبية بتطاء وبتظهر في لحظات الاستفزاز اما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي انت بتسعى بتتحرك في هذا المجال ولكن لسه الامور يعني بدها نوع من انواع الصبر للطلب على اساس ان الامور ممكن انك يتحصل على بعض المعطيات في خلال الايام القادمة ممكن اليوم تبادر في عملية تحصيل الديون او تحصيل راتب او امور الها علاقة في بعض الاموال اللي ممكن تجيك من عمل اضافي خصوصا الاشخاص اللي على رأس عملهم وفي اشخاص ممكن انهم يسعوا لامور الها علاقة بالدعم او نوع من انواع المساعدات المالية اما بالنسبة للبيت الثالث فهو يعني على مستوى النشاط الفكري ونشاطك الجسدي انت عالي جدا ممكن اليوم يعني يكون في عندك نوع من انواع الامتحانات بدنا نحكيها بتحاول او حد بده يختبرك بده يختبر سرعة بديهتك بده يختبرك في عملك او في مجالك فبتلاقي حالك كأنك انت خاضع لامتحان انهم والله بيقيموا في وضعك فعشان هيكي انت ما تيأس وما تستسلم وما تعصب تقبل الوضع بشكل ايجابي الوضع بدعمك بدعمك بقوة ممكن انه انت اليوم تقنع اي شخص بوجهة نظرك في منكو رح ينشط بامور الها علاقة بالاتصالات والمواصلات الاشخاص اللي على رأس عملهم اليوم رح يكون عندهم كثير من التحركات والاتصالات وفي منكو ممكن انه يهتم بامور الها علاقة اما بالمراسلات او حث ابنائهم على الدراسة او مساعدتهم في بعض كو رح يتعامل مع اخ او مع جار اما بالنسبة للبيت الرابع يعني البيت الرابع اجمالا بدنا نقول انه في نوع من انواع الضغط فعشان هيك يمكن اكثر الاستفزازات تجيك هي من خلال البيت فعشان هيك عصبيتك ممكن تثور او تطلع اذا حدث تفزك ممكن تكون ردات فعل مش مدروسة يعني بتطلع فجأة منك هيك فحاول قدر الامكان انك تمسك عصابك ما تخلي حد يستفزك وبرضو ما تتجاوب معهم بالاستفزاز تاعهم حاول انك يعني تفصل حالك او تعزل حالك نفسيا عن المشاكل اللي ممكن انها تدور من خلال البيت في منكو ممكن يهتم بامور الها علاقة بصيانة او ترتيب او تجهيز او بعض المشتريات او المهام المنزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس جيد على مستوى التواصل مع الحبيب ممكن انت اليوم تتواصل معاه او تتقرب منه او يكون فيه نوع من انواع التقارب يعني ولكن انه برضو الوضع ايجابي ما فيه اي خوف والحظ بدعمك في كثير من المواقف اليوم فعشان يكحاول انك تستغلها بشكل ايجابي وتعمل نوع من انواع التقارب اما بالنسبة للبيت السادس البيت السادس يعني شوي فيه نوع من انواع الضغط عليك يعني كأنك انت بتشغل حالك عشان تتهرب من الواقع اللي انت موجود فيه او بتتفشش في الاعمال على اساس انه انت تلهي نفسك عن الاستفزاز والعصبية بتحاول انك تشغل حالك باي شيء مهما كان على اساس انه انت ما تتوتر وما تعصب وفي نفس اللحظة يعني تشغل وقتك اهم اشي انك راعي وضعك الصحي وهذا اهم المطلوب اما بالنسبة للبيت السابع يعني على مستوى بيت الشراكي يعني زي ما ذكرناها في بداية التوقعات بتنقسم قسمين فيه نوع منها ايجابي وجزء منها رح يكون سلبي اللي هو الضغط ونقص الطاقة وما عندك طاقة وانه ممكن انك انت تمتحن اليوم باي شيء اما بالنسبة للبيت الثامن يعني بظل ضاغط معاك لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بصير ايجابي ممكن انت بخلال ما بعد يعني نقول ساعات الضحى لو بادرت بامور الها علاقة بتحصيل اموال او مساعدات او اشياء الها علاقة بالقروض او الديون يعني الفترة هاي ايجابية ممكن تسهل عليك امور وممكن تحصل بعض المكاسب بالفترة القادمة اما بالنسبة لبيتك التاسع فهو ايجابي يعني بدعمك بشكل قوي خلال هذا النهار فاليوم عندك رغبة بالاتصالات والمواصلات عندك رغبة كمان بالتواصل مع اشخاص خارج البلاد عندك قدرها عالية جدا عن انجاز كثير من الامور لو كان عندك امتحان برضو اليوم رح تبدع بشكل جيد يعني الامور تقريبا ممتازة على مستوى البيت التاسع حتى لو اهتميت باوراق قانونية او مساء القانونية برضو رح تكون لصالحك اما بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر شوي يعني بعمل نوع من انواع البيت السمعة هاد خف الضغط عليه مش زي الامس فعشان هيك اليوم اذا عندك اعمال على مستوى شركات او انت عراء استعمالك اليوم تقدر تنجز الاعمال المطلوبة منك وممكن يصير فيه نوع من انواع التعاون ما بينك وبين زميل او بين رئيسك بالعمل اهم شي انك انت تكون جاهز ومستعد وبرضو في نفس اللحظة انك ما تقصر بعملك اما بالنسبة للبيت العاشر برضو صار الامور تقريبا من ساعات الضحة بتصير ايجابية بتدعمك بشكل ايجابي فعشان هيك ممكن اليوم انت تعزز نقاط كثيرة لها علاقة يعني بامور مثلا تقابل او ممكن تواصل مع اشخاص او اصدقاء لا اليك استشارة في موضوع معين او طلب مساعدة في مسألة معينة او نوع من انواع التقابل او التلاقي ما بينكم يوم برضو ايجابي اما بالنسبة لبيت المتاعب يعني بيت المتاعب الامور تقريبا نحكي جيدة ما في امور ضاغطة عليك فهي امور روتينية فعشان هيك بس انو حاول انك انت تنجز الاعمال الضرورية المطلوبة منك حاول انك تراقب وضعك الصحي تاخد قصد كافي من الراحة وفي نفس اللحظة يعني ما في شيء بيهددك من الخلف يعني لا في حد بتأمر عليك ولا حد بيكيد لك بالفترة هاي بالعكس اي واحد بيحاول هاد الامور اه انت رح تكون صاحيله وراح تكشفه بسهولة وبسرعة برج السرطان طبعا القمر في بيتك السادس اه لا اخر يوم حاولوا انك تنجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في انجازه يعني ما ترهقوا حالكم كثير انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون واضح في اولوياتك ما تخلي حد يثير انفعالاتك او غضبك نظم وقتك بشكل جيد وحاول انك انت تتمم الواجبات والمسئوليات وحاول انك تحترم الموعيد اليوم على اساس انه تكون الامور كلها لصالحك وتطلع من هاي الفترة اللي فيها نوع من انواع المعاكسات او نوع من انواع الضغط اما بالنسبة للبيت الاول البيت الاول اجمالا يعني بدنا نقول اعلى من روتيني يعني بيصل لمرحلة فيها نوع من انواع الدعم لايلك ممكن يساعدك هذا الامر في انه شخصيتك اليوم بتكون احسن قدرتك على التواصل مع المحيط بتكون اقوى ممكن اليوم انت تبادر في اكثر من امر يعني بتلاقي انه مشحون شوي بطاقة انت رغم انه القمر موجود في بيتك السادس يعني بضغطك شوي ولكن انه انت برضو تقدر تشحن حالك بطاقة ايجابية وتتجاوز هاي المرحلة اما بالنسبة للبيت الثاني البيت الثاني يعني الوضع المالي ضعيف يعني مش بالقوة فعشان هيك وضع منقدر نحكي هو شبه روتيني ممكن في ساعات الظهور تنضغط ماليا تتراكم عليك المشتريات او المتطلبات المالية او ممكن انت وانت بتحسب حساباتك تجد انه في فترة صعبة لا تتفشش بالمشتريات او بالاشياء اللي الها علاقة بصرف الاموال يعني بدك تكون حذر وبرضو بدك تكون عقلاني في ادارة الامور اما بالنسبة للبيت الثالث فالبيت الثالث جيد اليوم يعني ممكن اليوم يكون فيه نوع من انواع التواصل ما بينك وبين اشخاص ولكن بدك تدير بالك انه هذا التواصل ممكن انه يستفزك بعض الاشخاص فحاول انك انت ما تنفعل وما تعصب وما ثور على ادفه الاسباب او حتى لو كان المقصود استفزازك حاول انك تأخذ نفس عميق على اساس انه ما تدخل بهاي المواجهات يعني اجمالا الجو ايجابي عندك قدرة على الاقناع عالية عندك برضو سرعة بديهة عالية ولكن انه سهل استفزازك في هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الرابع يعني البيت الرابع جيد على مستوى البيت او على مستوى الامور اللي الها علاقة بالعقارات او على مستوى الامور اللي الها علاقة باهل البيت يعني البيت الرابع له علاقة بالبيت وما يحوى البيت فعشان هيك الامور جيدة على مستوى البيت اجمالا فممكن اليوم يصير فيه نوع من انواع التواصل مع اخ او مع جار او مع احد الوالدين أو ممكن أن تحمل مسؤولية اليوم في بعض الإنجازات المنزلية أو الاهتمامات العائلية يعني إجمالا الأمور إيجابية وبتدعمك بقوة وفي منكم ممكن يهتم في أمور العلاقة بالصيانة أو الترتيب أو الواجبات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس عاطفيا روتيني يعني ما فيه لا شيء إيجابي ولا شيء سلبي ممكن أنه يصير فيه نوع من أنواع المبادرة للإتصالات أو للإطمئنان على الحبيب ومش معنى أنه روتيني أنه ما فيه لا هي على حسب طبيعتك إذا أنت من الأشخاص اللي أنت مهتم بالتواصل مع الحبيب لا والله فيه اتصالات رح تكون كثيري اليوم وحثيثي ممكن يصير فيه نوع من أنواع التلاقي ولكن إذا أنت من النوعية اللي فيه مشاكل ما بينك وبين الحبيب هنا بكون الأمر روتيني بتحاول أنك تطلع من الصورة بأي طريقة على أساس أنه ما تكبر المشاكل وما ذثور وفي نفس اللحظة ما بيكون لك نفس أساسا للمشاحنات أما بالنسبة للبيت السادس يعني مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع يعني على مستوى بيت الشراكي المالي والعاطفي اليوم أفضل من الأمس بدعمك بشكل إيجابي ممكن يصير فيه نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين الحبيب أو بين الزوج يعني مثلا وممكن يصير فيه نوع من أنواع التفاهم أو بعض المعاتبات لبعض المسائل إذا ما احتدت اعتبر أنه الأمور انحلت ولكن إذا احتدت مصيبك أما بالنسبة للبيت الثامن يعني البيت الثامن شوي روتيني اليوم لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك حاول أنك تنظم أمورك أو أمور الأموال المشتركة بطريقة عقلانية بدون ما أنك أنت تنفعل وتعصب حاول أنك أنت ترتبها بإدارة بتكون الأمور جيدة وخصوصا أي شيء يتعلق بالأموال اللي ما بتعود لك يعني مش ملكك أو إشي أنت مؤتمن عليه أو إشي موجود عندك كدين أو كقرد أو كمساعدة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع يعني بظل فيه نوع من أنواع الضغط لغاية ساعات الصباح أو الضحى فيه نوع من أنواع الضغط السلبي أنه أنت بتتهرب أو زعلان أو متضايق أو ميخذ على خاطرك من أشخاص خارج البلاد ولكن بعد ساعات الظهر بصير فيه نوع من أنواع التقارب والاتصال وبتنحل هاي المشكلة اللي فيها سوء خلاف موجود ما بينك وبينهم فيه منك اللي بكون عنده امتحان خلال هذا النهار خصوصا في ساعات الصباح بده ينتبه ويدرس بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض ولكن إذا كان الامتحان بعد ساعات الظهر يعني بكون الحظ حليفكم أما اللي بيهتموا بالأوراق القانونية أو المسائل القانونية قبل ساعات الظهر الأمور بتكون ضدهم بعد ساعات الظهر بتكون الأمر سهل وممكن تحقيق أي غاية أما بالنسبة لبيت العاشر اليوم أخف ضغوط على مستوى بيت السمعة فعشان هيك اليوم ممكن أنك أنت تنجز كثير من الأعمال الموكالي لا إلك بتعاون مع زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل وممكن برضو اليوم تبادر في خطوة لتحسين الوضع العملي تبعك أما بالنسبة لبيتك 11 برضو بيكون في نوع من أنواع التواصل والانتصال مع بعض الأصدقاء إما للتشاور أو لبحث مسألة معينة أو ممكن للتلاقي أو للتقارب ممكن يعني هذه الأمور تكون فيها نوع من أنواع الإيجابية وممكن تسمع خبر يعني يكون لمصلحتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو فارغ تماما من أي تأثيرات فعشان هيك الأمور جيدة بتقدر تنجز الأعمال الضرورية وممكن أنك أنت تحافظ على صحتك ببرنامج غذائي أو رقابي ولكن برضو بنبه من الوسواس الوسواس الفترة هاي بأعلى قممه على موليد برج السرطان عشان هيك يا بتوسوسه من مرض يا إما بصير عندهم أحلام غريبة عجيبة بالفترة هاي برج الأسد طبعا القمر لليوم الثاني في بيتكو الخامس في القوس بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بترتفع المعنويات أهم إشي أنك تكون أكثر مرونة ممكن تحقق اليوم إنجاز مهم بتنتعش العواطف عندك من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الأول إجمالا يعني جيدة مشحون بطاقة عالية جدا أنت اليوم عندك ثقة بنفسك عالية في نفس اللحظة اليوم تقدر تنجز كثير من الأمور عندك عقلك ناضج بشكل كبير جدا ونير ممكن أنك تحل أي مسألة اليوم على المستوى النفسي أو الشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى البيت الثاني أنت بتحاول أنك تطرق أبواب معينة اليوم ممكن أنت تطرق باب معين إما لعملية جدول ديون أو لعملية تحصيل على بعض المكتسبات أو الأشياء اللي بتعود لك يعني ممكن أن التعامل المالي يكون جيد بخلال هذا النهار عشان هيك شوي حاول أنك أنت ترتب وضعك وحاول أنك أنت بس أنك أنت تقلل من المصاريف ومن الالتزامات أما بالنسبة للبيت الثالث البيت الثالث بدعمك بقوة أكبر اليوم فاليوم عندك نشاط فكري عالي جدا عندك قدرة على الإقناع برضو سرعة بديهتك عالية ممكن تهتم بأمور باحث أو دراسة أو بحث عن موضوع معين بتكثر عندك الاتصالات والتواصل مع أشخاص من مختلف الفئات ممكن تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي متحقق إنجاز معين في منكم ممكن يحث أبنائهم على الدراسة أو يهتم بدراستهم أو برضو في نوع من أنواع التعامل بيكون مع أخ أو جار أما بالنسبة لبيتك الرابع يعني البيت الرابع شوي نحكي أعلى من روتيني شوي في نوع من أنواع التفاهم والتأقلم على مستوى البيت إلا أنه في ساعات ما بعد الظهر لغاية ساعات المغرب ممكن يصير في نوع من أنواع الحدية في الطباع والتقلب أو العصبية حاول إنك ما تنفعل وما تعصب لتعامل مع الأمور بلين على أساس إنه ما تحتد الأمور خصوصا على مستوى البيت أو مع أحد أفراد العائلة فيه ممكن بعض الأشخاص ممكن يصير عندهم أعطال منزلية مفاجئة ويهتموا بعملية الصيانة أو الترتيب أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات يعني حاول إنك اليوم تكسب منه غدمة بتقدر من الإيجابية اللي موجودة فيه ما تكسل وما تتراخى على أساس إنه هذا آخر يوم بعد أنك تدخل أنت في فترة صعبة تقريبا مدتها أسبوع فعشان هيك ما ضيع عليك الفرص اللي ممكن تكون خلال هذا النهار حاول إنك ما تأجل أعمالك وحاول إنك تنجزها بيسر وسهل أما بالنسبة للبيت السادس يعني بتقدر اليوم تنجز بالأعمال الموكة للا إلك عندك قدرة على إدارة الوقت بتقدر تنجز بعض الأعمال بتهتم في إنجاز مهام معينة ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التفاهم على مسألة عمل أو مشروع أو شيء من هذا القبيل أو بعض الأمور اللي بتتعلق بالعمل كمستردات أو نوع من أنواع الدعم العملي أما بوضع الصحي إجمالا يعني ممكن تعاني من بعض الإرهاق أو بعض التوتر الجسدي فقط لا غير أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي اليوم جيد يعني فيه نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين الشريك كان المال أو العاطفي الأمور بتعمل نوع من أنواع تقارب ممكن اليوم تهتمه بمسألة معينة أو نقاش معين وتبادروا لنوع من أنواع المصالحة المصالحة أو التقارب أكثر ما بينكوا في وجهات النظر أما بالنسبة للبيت الثامن فمنلاقي أنه الدعم ممكن يجيك من خلال أموال ما بتعود لك يعني طلب قرض أو دين أو مساعدة هذا إيجابي بمدعوم أنت فيه بشكل قوي وممكن أنك اليوم تترك باب معين لطلب شيء له علاقة بالمساعدات فيعزز الأمر عندك هذا وممكن يكون فيه بوادر خير للفتر القادمة في منكم ممكن يهتم بملفات أو بالتزامات أو بجدولة ديون في بعض الأشخاص ممكن يهتموا بأمور إلها علاقة بالمساعدات من مؤسسات حكومية أما بالنسبة لبيتك التاسع يعني اليوم الوضع عندك فيه نوع من أنواع الضغط مثل الأمس فعشان هيك بتلاقي فيه نوع من أنواع الحدية بالطباع أو العصبية أو ممكن أنه أنت تكتشف شيء معين في شخص معين هذا الشيء ما بعجبك ممكن يتصرف شخص أنت بتعرفه خارج البلاد تصرف يذيقك منه حاول قدر الإمكان أنك ما تعصب وما ثور تمسك أعصابك ما تنفع المباشرة على أساس أنها ما تكبر الفجو ما بينك وبينه حاول أنك أنت تدرس الأمور بشكل عقلاني أما بالنسبة للأوراق القانونية فمنك ممكن يهتم أو يصير في عنده مسألة قانونية ما راح تكون لصالحه إذا صارت يعني إذا صار أي مسألة قانونية خلال هذا النهار بتكون مش لصالحه حاول أنك أنت يعني ما تدخل بأي مجازفات قانونية أجلها لليومين اللي جايات بتلاقي الأمور صارت أحسن وبتحمي نفسك أكثر اللي عنده امتحان أو عنده دراسة ما بده يعتمد على الحظ نهائيا لأنه يعني الحظ فارغ تماما على أمور الدراسة والامتحانات أما بالنسبة لبيتك العاشر يعني الأمور جيدة على مستوى بيت العمل والسمعة فعشان أنت اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك بالتعاون مع زميل أو صديق أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك برضو بقوة بواسطة معارفك ممكن يساعدوك في مسألة معينة ممكن يصير في نوع من أنواع تقارب على شيء معين وممكن تستشيرهم في شيء معين وهم يبادروا بإنجازه أو يساعدوك في هاي المسألة أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب آمن تماما فعشان هيك أنت في الفترة هاي لو حاول أي شخص يتآمر عليك فأنت رح تكشفه وفي نفس اللحظة ما رح حد يجرؤ أنه يتآمر عليك أو يكيد لك بالفترة هاي لأنه على طول الخط أنت رح تعرف في هذا الموضوع وفي نفس اللحظة ردت فعلك رح تكون عقلانية ورح تردله إياها بشكل ما بتخيله الطرف الثاني فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك أنت تطمئن من هذا الباب وتأخذ هيك نفس عميق وبرضو ظلك يمفتح عيونك بتلاقي الأمور كلها مشت لصالحك أهم شيء اللي عنده عمل ينجزه وأهم شيء أنك تراقب وضعك الصحي إذا أنت من الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة يعني حاول أنك ما تنسى أدويتك وما تهمل صحتك برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم تجد تعاون من أفراد العائلة تكثر الضغوط والمتاعب عليك بالتزامات أو بأشياء العلاقة ببعض الأعطال أو بعض الخلافات الداخلية مع بعض الأشخاص مع العائلة هذه فترة توتر على صعيد شخصي أو عائلي حاذر من الخلافات والمشاكل السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك بعض الإرباك طبعا لما بكون القمر في البيت الرابع دائما هذا تربيع مع برجك فعشان هيك بكون الأمر سلبي فبضغطك بشكل سلبي وفي نفس اللحظة بسبب لك بعض المشاكل النفسية اليوم أنت ثقتك في نفسك مش كاملة في نوع من أنواع العصبية موجودة بتغلب عليك في نوع من أنواع التقلب في المزاج كبير فعشان هيك بدك تركز مزبوط على أساس أنه أنت تقدر تنجز كثير من الأشياء اللي بتتطلب أنه أنت تكون مركز ما في شيء اسمه أنه تهور أما بالنسبة للبيت الثاني يعني على مستوى البيت الثاني الأمور جيدة ممكن تحصل بعض المكاسب المالية خلال هذا النهار وخصوصا من عمل إضافي وفي منكم ممكن يسترد بعض الأموال اللي إله وفي منكم ممكن يحصل على دعم أو هدية أو هبة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور يعني شوي أنه أنت عصبيتك تطغى عليك بالفترة هاي فعشان هيك تركيزك بقل أنت معروف أنه عندك عقلك نشط جدا ولكن عدم التركيز دائما بيصنع ثغرات اللي هي من العصبية والإنفعلات فقدر الإمكان دك تمسك حالك بالفترة هاي ما تنفعل ما تعصب ما تتور لأدفه الأسباب وبنظر إذا دخلت بنقاش مش معنى أنه إذا شخصك بالك ما تجاوب معاك أو ما مشى مثل ما بدك يعني هو معارض إلك ومخالفك فعشان هيك ما تحاول تفرض رأيك على اللي حواليك إذا عندك امتحان أو عندك دراسي خلال هذا النهار بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضور نهائيا وفي نفس اللحظة يعني حاول أنك تنتبه لحالك أثناء التنقلات من إصابات أو جروح أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس يعني الأمور شوي فيها نوع من الضغط على المستوى العاطفي خلال هذا النهار ولكنها بتزول مع ساعات الصباح فبصير الوضع روتيني بتتعامل مع الحبيب بشكل روتيني فقط لا غير لا دافع إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك على مستوى العمل عشان هيك اليوم أنت عقلك مشغول في أعمال وإنجاز أعمال ومهام وأمور من هذا القبيل حاول أنك أنت ما تجد حالك زيادة اهتم في صحتك وراقبها برضو وأنت إجمالا رح تنجز الأعمال المطلوبة منك لأنه عندك نشاط عالي جدا في هذا الباب فعندك قدراء على إنجاز كثير من المهام والأعمال أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي شوي الأمور فيها نوع من أنواع الحدية فيه نوع من أنواع التوتر في الطبيعة العلاقة عشان هيك ممكن تحتد وتعصب في لحظة برضو مع الشريك بدك تمسك حالك وتمسك عصابك ما في داعي أنك الثور وبرضو يصير فيه نوع من أنواع المواجهة وفرض الرأي ومش عارف إيش والكلام هذا يعني بدك تمسك حالك قدر الإمكان من الإنفعالات من التوترات على أساس أنه ما تكبر الفجوة ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن يعني إجمالا على مستوى البيت الثامن يعني ممكن هيك تهتم بأمور العلاقة بالديون بالقروض بأشياء العلاقة بأموال ما بتعود لك عملية فوترة حسابات يعني من الأشياء هاي اللي أنت ممكن تنشغل فيها خلال النهار هاد يعني بتكون هاي الأمور بدها نوع من أنواع الجهد فاليوم أنت بدك تفرغ حالك لهاي الأمور وترتبها بدون مصاريف ماء الهداعي أو التزامات أنت ما بتقدر عليها وما تتلاعب في الأمول أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط برضو على مستوى أشخاص خارج البلاد أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يجي خبر من خارج البلاد يزعجك ممكن أو اتصال أو أشياء من هذا القبيل حاول أنك ما تعصب وما تستفز في منك اليوم إذا كان عنده جلسة في محكمة أو أوراق قانونية وما راح تكون لصالحه فعشان هيك يبدو يكون حذر ويجهز أوراقه ويكون مجهز خط دفاع ثاني على أساس أنه يقدر يحمي حاله من هاي المشكلة أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر يعني اليوم أخف على مستوى السمعة فعشان هيك اليوم في نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك في العمل وممكن تنجز كثير من العمال المطلوبة بالمساعدة فالأمور بتكون لصالحك أما عن مستوى الأصدقاء فالأمور ما زالت جيدة يعني مدعوم بعلاقات وبمعارف ممكن يساعدوك في مسائل كثيرة وممكن برضو أنت تنشط في تقديم المساعدة بدورك أو طلب المساعدة من أشخاص معينين بيساعدوك وما حد رح يقصر معاك بالعكس لقاءك أو تواصلك مع الأصدقاء إيجابي أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب إجمالا يعني في نوع من أنواع الضغط عشان هيك يبدك تحذر خلال الفترة هاي من أي تصرفات من أشخاص ممكن يكيدوا لك أو يتآمروا عليك أو ممكن أنك أنت تقع فريسي لتآمر شخص عليك عشان يقدك تحمي حالك بشكل كبير وفي نفس اللحظة حاول أنك ما تدخل على أماكن مجهولة ما تروع على أماكن أنت ما تعرف حد فيها احمي نفسك وفي نفس اللحظة الوضع الصحي حاول أنك تنجز الأعمال المطلوبة منك حاول تراقب وضعك الصحي بشكل إيجابي وفي نفس اللحظة يعني بدك تدير بالك على صحتك مرج الميزان يعني القمر موجود في البيت الثالث بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو الاتصالات بيكون مناسب لاجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بيناسبك تكثيف التحركات بتعبر عن رأيك بحرية وجراءة تامة تنقذك سرعة البديهة عندك من المواقف المحرجة وفترة إيجابية يبل ما ندخل على الخارطة الفلكية في صديقة سألت موجودة مشتركة عنا بالقناة إنه أنا الميزان أي بيت أنا بشرح في بداية كل حلقة بحكي عن البيوت في رابط موجود في صندوق الوصف ممكن أنت تنزلي عليه بتلاقي في شرح البيوت بتكبسي عليه بتسمع الحلقة بتعرفي على طول الخط إيش المقصود من البيوت الميزان يعتبر من عنده هو البيت الأول يعني هو لبرجه هو البيت الأول وبعديها العقرب بصير البيت الثاني القوس بصير البيت الثالث فهو دائما في مكانه هو البيت الأول لما نيجي نحكي الحمل لا بصيره البيت السابع لا الحمل ماشي ممكن أنت ترجع للحلقة هاي بتستفيد منها أما بالنسبة للبيت الأول وهو بيت الشخصية اليوم يعني اليوم أنت مدعوم بشخصية أقوى نفسيتك أحسن ارتاحت استقرت ثقتك بنفسك عالية عندك قدرة على التحاور والتواصل إنجاز أعمال اللبق بشكل مرعب جدا اليوم هذا راح تكون يعني عندك طاقة كبيرة أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى مستوى المال يعني شوي الأمور مش بالشكل الإيجابي ولا بالشكل السلبي فأنا بحطها تحت مصنف روتيني فعشان هيك روتيني يعني بمعنى آخر إنه على حسب طبيعتك على حسب إجتهادك على حسب وضعك الإجتماعي بيكون بيت المال بالنسبة للك يعني إذا أنت بتشتغل مثلا تاجر عندك بقالة أو سبرماركت أو خضار أو أشياء طبعا راح يكون في مردود مالي وإذا كنت شخص مثلا قاعد في البيت وما بتعتمد على الحضوض وبتعتمد على المساعدات طبيعة الحال ما راح يجيك إشي اليوم يعني هذا وضع روتيني احنا منسميه ما في إيجابية وما في سلبية على كل واحد على حسب طبيعته تمشي أموره أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات قوي جدا دعمك حاول تستغل اليوم بكل ثقة أنك أنت راح تحقق كثير من الإنجازات أما بالنسبة للبيت الرابع يعني البيت الرابع شوي ممكن يكون إيجابي أكثر من الأمس إذا أنت مسكت عصابك من ردات الفعل والعصبية بتلاقي الأمور إيجابية في نوع من أنواع التفاهم والتأقلم والتواسن ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن أنه يصير في نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين أخ أو جار أو حتى المقربين لإلك في البيت في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بعقار أو بيت أو أجارات أو أشياء من هذا القبيل على كل شيء العلاقة بالبيت اليوم رح يكون جيد تنجز الأعمال المطلوبة منك تهتم بأمور إلها علاقة بالترتيب أو الصيانة كلها إيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على مستوى العاطفي اليوم أعلى نسبي من الأيام المضت فعشان هيك اليوم في نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الحبيب في نوع من أنواع الحظ بدعم العلاقة هاي فعشان هيك اليوم أنت رح تكون ملك بالعواطف عندك عواطف جياشي اليوم بدك أنت تفرغ عنها أو بدك تعبر عنها بطريقة معينة حاول أنك تعمل نقطة تلاقي ما بينك وبين الحبيب طبعا ما تنسى برج الحبيب وتسمعه لأنه ممكن الحبيب نفسه يكون هو اللي نكد ممكن هو اللي بيصطنع المشاكل ممكن هو اللي وضعه مستفز فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك أنت اليوم الكف بإيدك أنت اللي بتقدر تمتص الغضب أنت اللي بتقدر توجهه بتقدر أنت تحافظ عليه أنت المسؤولية عليك إذا كان هو من النوع اللي إحنا حكينا عنه أو برجه بحكي هذا الكلام أما إذا برجه جيد فاليوم عاطفي بامتياز أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على مستوى العمل اليوم ممكن أن نصير عندك بعض التكاسل أو تراكم بعض الأعمال ممكن ما تقدر تنجز عمل بشكل كبير أو تنضغط في مكان العمل حاول أنك أنت توزن الأمور وتوزعها بالشكل العقلاني عشان يترتبها بشكل جيد في منك رح يهتم بشأن صحي أو أمر صحي أو بصحة أحد المقربين أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكف عشان هيك يبدأ عمل علاقة والروابط العائلية بشكل كبير وممكن يصير فيه شيء مميز ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار له الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن نقدر نحكي أنه شوي بميلة روتينية مش بالقوة الكبيرة فعشان هيك الأمور المالية زي ما حكناها البيت الثاني هيك نحكيها عن البيت الرابع أنه روتيني على حسب طبيعتك ممكن أن تتحصل منه أما بالنسبة للبيت التاسع يعني بيت الامتحانات والسفر والاتصالات الخارجية امتحانات الجامعية القضايا القضائية يعني هو سلبي اليوم فعشان هيك اللي عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم بده يدرس بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ نهائيا واللي عنده اتصالات خارجية ما يعصب وما يثور وممكن يصلك اتصال من الخارج أو خبر من بعيد يزعجك واللي اليوم بيبادر في أي مسألة قانونية ما رح تكون لصالحه يعني بمعنى آخر الحظ ما رح يدعمك في هذا المكان ولكن إذا مش مضطر وحاب تأجلها أجلها لا يومين بتصير الأمور لمصلحتك وبصير الوضع أقوى معك أما بالنسبة لابيتك العاشر فهو بدعمك اليوم بشكل قوي جدا على مستوى السمعة فاليوم ممكن أنت تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل وممكن من خلاله أنت تنجز عملي كبير بساعدوك فيه وممكن تكون محل أو محط أنظارهم وخصوصا رؤساك بالعمل أما بالنسبة لابيتك 11 بيتك 11 إجمالا يعني فيه نوع من أنواع التواصل ولكن مش الكثيف مع بعض الأصدقاء أو المعارف تتواصل معهم ممكن تطمئن عليهم ممكن يكون فيه نوع من أنواع تفقد ممكن تطلب مشهورة معينة يساعدوك في مسألة معينة برضو بدعمك بشكل كبير وبساعدك بشكل كبير فيه نوع من أنواع التواصل الإيجابي اليوم ما بينك وبين الأصدقاء أما بالنسبة لابيت المتاعب هنا بدنا نقول لك يعني بدك تدير بالك إنجز الأعمال الضرورية المطلوبة منك ما زال جسمك شوي فيه نوع من أنواع التعب يعني ما تشافى بالكامل أو طاقتك ما انشحنت بالكامل اللي هي الطاقة الصحية فعشان يبدك تهتم بحالك تتواقع بشكل جيد تحاول أنك تنظم غذائك تأخذ أدويتك بوقتها إذا شعرت بأشياء مش طبيعية يعني خارقه عن العادي حاول أنك أنت تستشير طبيبك برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك كونوا حذرين من النفقات متنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تخطط لمرحلة جديدة بتحدد فيها أولوياتك والميزانية والوضع المالي أم في بعضك ممكن يحصل على هدية أو دعم معين أو ممكن أنك أنت تتجه لاتجاه استثماري أو أمور لها علاقة في بعض الأشياء اللي لها علاقة بالمشاريع الصغيرة اللي أنت حابب أنت تعملها في خلال الفترة هاي لكن الفترة هاي بتحملك بعض المصاريف اللي ممكن تكون منزلية وتكون طارقة طبعا القمر موجود في البيت الثاني بيت المال فعشان هيك اليوم البيت الأول يعني بشحنك بشوية طاقة أكثر بعزز من ثقتك بنفسك أكثر بتلاقي أنه فيه عندك نوع من أنواع الاستقرار الفكري صحيح أنه بتشعر بالملل ونوع من أنواع الضغط اللي موجود عليك ولكن أنه برضو الأمور كلها تتجه باتجاهك ما في شيء سلبي موجود حواليك يأثر عليك عشان هيك بتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية بالنسبة للبيت الثاني فزي ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثالث يعني شوي اليوم أحسن يعني مش نحكي إحنا أنه خطر أو أنه إيجابي نقدر نحكي روتيني فعشان هيك اليوم تتواصل بحسب نشاطك على حسب طبيعتك اتصالاتك مع الأشخاص اللي أنت متعود تتصل معهم تواصلك مع الأشخاص اللي حواليك ممكن اليوم تحث بعض الأبناء على الدراسة ممكن يصير لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو مع جار يعني إجمالا هو ما فيه سلبية ما فيه حدية فعشان هيك اليوم تقدر أنت تستثمر بأشياء قوية أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع على مستوى بيت البيت اليوم أحسن يعني الأمور فيها نوع من أنواع التناغم أو التفاهم أو خلاص توزعت المهام فعشان هيك فيه استقرار كبير على مستوى البيت فيه منكم ممكن يهتم بصيانة أو مصاريف منزلية طارئة ممكن يكون بعض المشتريات أو الاهتمام في تصليحات أو أشياء لها علاقة في بعض الأمور العائلية يعني اللي بتدور ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس مش جيد يعني اليوم بدك تمسك حالك من العصبية وردات الفعل مع الحبيب لأنه ممكن يكون فيه نوع من الإهمال ممكن يكون فيه نوع من أنواع التقصير منه ممكن أنه هو مش معطيك الحق الكامل اللي أنت بدك إياه ولكن أنه في المقابل برضو بدك تمسك حالك لأنه هو برضو في مرحلة الضغط ممكن على حسب برجه فحاول قدر الإمكان ما تعمل نفور كامل بالعلاقة حاول أنه يكون أشياء بسيطة يمكن ممكن السيطرة عليها يعني ما تكبر المسائل أما بالنسبة للبيت السادس البيت السادس يعني بيت العمل فعشان هيك اليوم ممكن يتراكم عندك العمل في بعض المسائل يمكن أن تختصر العمل أو تركز على أشياء معينة تنجزها والباقي تهمله خلص أولويات تعمل لأمور العمل أهم شيء أنك تحاول أنك تراقب وضعك الصحي وما تهمل وضع صحي قديم أما بالنسبة للبيت السابع البيت السابع بعزز نقاط التلاقي ما بينك وبين الشريك في نوع من أنواع التوافق ما بينكم حاول قدر الإمكان أنك تعمل نقطة تلاقي إذا كان في خلاف في الفترة الماضية اليوم جيد أنك أنت تعمل نقطة تلاقي ما بينكم استغلها يبل ما ينتقل القمر أو حتى لو انتقل القمر برضو ما هو رح ينتقل على البيت الثالث برضو رح يفتح المجال بشكل أكبر ولكن أنه برضو حاول أنك تستغل هذا النهار باستثماره بأشياء إيجابية بينك وبين الشريك أو تقارب ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالوضع المالي على المستوى البيت الثامن برضو روتيني يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل أنت على مستوى الأموال اللي ما بتعود لك بشكل روتيني خلال هذا النهار على حسب طبيعتك وعلى حسب ظروفك أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم تكثر عندك الإتصالات الخارجية أو تفقد أشخاص خارج البلاد أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن اللي عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم ببدع بشكل كبير لأنه عنده طاقة كبيرة لاجتياز امتحانات أو شيء من هذا القبيل وبتدعمك برضو بشكل ممتاز حاول تستغلها النهار يعني بدفعك للتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مؤسسات كبيرة أو أمور لها علاقة بسفر مستقبلي أو أشياء لها علاقة ببحث الأمور المستقبلية كلها هاي بتكون إيجابية أما بالنسبة إلى بيتك العاشر فهو دخلنا في مرحلة الروتين الآن طلعنا من فترة الضغط على بيت السمعة دخلنا في يوم إيجابي بدعم السمعة عندك فعشان هيك يحاول قدر الإمكان أنك اليوم أنت تنجز العمال المطلوبة منك حاول أنك أنت تتواصل مع زميل ممكن هو اللي يساعدك في إنجاز العمال وممكن أنت تنجز هاي الأعمال بطريقة تعاملك مع رؤساتك بالعمل أما بالنسبة إلى بيتك 11 وهو بيت الأصدقاء اليوم يعني ممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع الضغط صديق يخيب ظنك أو أملك أو ممكن ما يتجاوب معاك يحاول قدر الإمكان أنك ما تزعل وما تعصب ممكن تسمع عن خدلان أو ممكن أنت تسمع عن أمر بتعلق بأحد الأصدقاء مش مريح ممكن مريض ممكن تعبان يعني فيه أمر إلو علاقة بالأصدقاء بيكون أو المعارف بيكون مش جيد أما بالنسبة إلى بيت المتاعب بيت المتاعب آمن خلال هذا النهار وجيد جداً فعشان هيك صحتك ممكن أنك أنت تشحنها أو تلاقي علاج ممكن أنت اليوم تبادر في أمور تغذي أو راحة أو تراقب أكلك غذائك أشياء من هذا القبيل وكل هذا بيكون لمصلحتك وبيكون إيجابي وقوي جداً أنت آمن وما في حد ممكن أنه يتآمر عليك بالفترة هاي لأنه أنت صاحي للجميع برج القوس ثقتكم بأنفسكم عالي جداً اليوم عندكم نشاط عالي جداً أهم إشي أنه يعني اليوم إذا عندك قطوة جديدة بادر فيها يعني عندك قدرة اليوم حتى أن الحضوض الدععي من مكانتك الاجتماعية ممكن تطالع على خبر ويكون بمثابة إشارة لانطلاق باتجاه معين يعني ممكن تجيك إشارة معينة للانطلاق باتجاه معين عشان أنت تستفيد منه فترة ناشطة وحماسية ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع معين طبعاً وجود القمر في البيت الأول بده يدعمك لأنه اليوم كمان بعزز كل موليد برج القوس يعني بنشر إضاءته على كل موليد برج القوس فعشان هيك رح يكون على المستوى البيت الأول مثل ما ذكرنا إيجابي جداً أما على مستوى البيت الثاني يعني بدنا نقول أنه الأمور يعني بتعطي بعض الأشياء النثرية يعني بعض المكاسب النثرية لبعض الأشخاص من برج القوس أما باقي برج القوس فرح يكون عندهم روتيني تماماً لا إيجابي ولا سلبي يعني على حسب طبيعتهم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمهم اليوم عندهم سرعة بالنقاش قدرة على النقاش على المجادلة على الإقناع سرعة بديها عالية بيقدروا يتواصلوا مع المحيط بيتواصلوا مع اللي حواليهم معني نشاطهم عالي جداً فيه نوع من أنواع التعاون ممكن يكون مع أخ أو جار وممكن يكون فيه نوع من أنواع حث الأبناء على الدراسة أو المطالعة أو أشياء من هذا القبيل وفيه منك رح يكون عنده اتصالات كثيرة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع شوي فيه نوع من أنواع الضغط على مستوى البيت فيه نوع من أنواع التوتر فيه نوع من أنواع العصبية والحدية ما تخليها تسيطر عليك يعني هي هاي بتيجي في ساعات الصباح ممكن أنه انت شوي تمسك حالك هيك بتلاقي الأمور مشت بعدها بشكل روتيني بدون حدية وبدون عصبية بس هي توتر رح يجي مدة ساعتين أو ثلاثة وبعدين بنتهي فيه منك اليوم ممكن ينجز أعمال إلى علاقة بالبيت أو مهام ممكن يهتم بصيانة أو ترتيب أو اهتمام له في مسائل عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي اليوم الأمور عندك يعني مش جيدة عاطفيا أنت اليوم يعني ما بدنا نقول روتيني بس يعني خليها روتيني ولكن أنه يعني كل إنسان بتعامل على حسب طبيعة العلاقة اللي هي قائمة ما بينه وبين الحبيب بس أنت اليوم عندك طاقة شوي سلبية فممكن تأثر على علاقتك مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس يعني بتقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار ولكن برضو في نفس اللحظة ما تهمل وضعك الصحي راقب وضعك الصحي بشكل جيد وإن شعرت بشيء ما تتأخر استشير طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة يعني ما فيها الطاقة الكبيرة الموجودة فبرضو منحكي وضع روتيني فبتتعامل بشكل روتيني على حسب العلاقة وعلى حسب طبيعة الشريك وفي نفس اللحظة على حسب مزاجك شوف قارن ما بينك وبينه بالوضع هاد وشوف أنه في تلاقي أو في تباعد أما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن ممكن يضغطك ببعض الالتزامات اليوم أو المطالبات أو التسعة في أمور إلها علاقة بسداد بعض الديون أو الفوترة والاهتمام بأوراق قانونية أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه الأمور جيدة بتدعمك بشكل قوي على مستوى الاتصالات الخارجية على مستوى التواصل مع أشخاص خارج البلاد على مستوى دراسة على مستوى امتحانات حتى على مستوى قضائي وقانوني كل شيء بمشي لمصلحتك بمدعوم من هون لا نهاية الشهر يعني كل الحظ حليفك في هاي الأمور بتمشي الأمور باتجاهك بقوة أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة اليوم أخف أمور يعني تقريبا يعني تأخذ نفس خلال هذا النهار ما فيها الضغط الكبير اليوم تقدر تنجز بعض الأعمال يعني بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أو ممكن توزيع المهام يكون خلال هذا النهار لإنجاز بعض الأعمال يكون جيد أما بالنسبة لبيتك 11 التواصل مع أشخاص وأصدقاء أو علاقات أو أشخاص أنت بتعرفهم رح تكون كثيرة رح تنشط باتصالاتك وبتعاملك مع الناس مع الأصدقاء ممكن استشارة ممكن طلب مساعدة ممكن لقاء أشياء من هذا القبيل كلها رح تكون نشطة خلال هذا النهار وبالعكس رح تحصل أشياء إيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب هنا يعني ما فيها الإشي السلبي ماشي ولكن أنه برضو في نفس اللحظة بنقول لك دير بالك يعني حاول أنك تنجز العمال الضرورية وحاول أنك تهتم بصحتك حاول تأخذ قصة كافية من الراحة حاول أنك أنت يعني بدك تراقب حالك بشكل جيد راقب حالك وراقب وضعك الصحي لأنه الأمر على الصحة على بيتين أنا شايفه بضغط على الأمر هاد فالأمر بده تتبع لموضوع الصحة إجمالا برج الجدي يعني الجدي لليوم الثاني يدخل فيه مرحلة الضغط النفسي لأن القمر الآن موجود في بيت المتاعب عشان هيك منقول لكم يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل خصوصا المتراكم استريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات أو مسؤولية كبيرة وصعبة هاي فترة فارغة من الحضوظ تماما خفف من وطيرة عملك ما تحسم أمر وما تنجرف وراء أفكارك السوداء وهواجسك حكينا القمر موجود في بيتك 12 بيت متاعبك عشان هيك الفترة هاي فيها نوع من أنواع الضغط واليوم إجمالا إجمالا رح تزعلوا مني أنتو اليوم لأنه التوقعات ما رح تكون يعني ما رح تشفي غليلكو يعني ما رح تكون بالشكل اللي أنتو بتتوقعوه زي كل يوم لأنه بيت أول بيت ثاني بيت ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن فارغات من أي شيء تخيلوا تخيلوا يا رعاكم الله والله ما فيهم هالتأثيرات ولكن أنا بدي أعطيك يعني ما فيه ما فيه يعني لغاية أول ثمان بيوت ما فيه أي تأثيرات كلها روتينية على حسب طبيعتك وعلى حسب وضعك وعلى حسب أنت كيف تتعامل مع الناس وضعك الاجتماعي هو اللي رح يكون تأثيره على أول ثمن بيوت فمش تقولوا أنه أنا بديش أحكي توقعاتك لا والله أنا بدي أحكي لكم توقعات بس أنا أي شيء زيادة بدي أحكيه رح أكذب عليكم عشان هيك زي ما حكينا من البيت الأول للبيت الثامن يعني بيت الشخصية بيت المال بيت التنقلات والاتصالات بيت البيت بيتك الخامس العواطف مع الحبيب بيتك السادس بيت العمل والصحة وبيت الشراكة وبيت الأموال اللي ما بتعود لك يعني البيت الثامن تماما ما فيها أي شيء فأنت بدك تعتمد عليها على حسب طبيعتك أنت أحاول أنت إذا كنت إيجابي بتكون إيجابية وإذا كنت أنت سلبي بتكون سلبية إذا بدأ أحكي أنا معناته رح أعمل لك تناقضات في الموضوع أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد البيت التاسع يعني بدعمك على أمور العلاقة بالدراسة والاتصالات الخارجية التواصل مع أشخاص خارج البلاد أوراق قانونية معاملات إلها علاقة بالسفر أشياء إلها علاقة بالأوراق القانونية المحاكم كلها هاي لمصلحتك كلها هاي بتدعمك بشكل كبير حتى اللي عندهم امتحانات جامعية أو عندهم أشياء لها علاقة بالدراسة برضو رح تكون لصالحك أي إشي خارجي اليوم ممتاز أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنت طلعت من حدية يعني مبارح وأول مبارح أنت كنت في نوع من أنواع الحدية ونقولك أنه ما تخل في القوانين وما تدخل بمواجهات مع رجال الأمن اليوم روتيني يعني طلعت من الحدية هاي فمتلاقي حالك أنه اليوم في عندك نوع من أنواع التواصل مع بعض الأصدقاء أو زملاء لتنجز بعض الأعمال المطلوبة منك ممكن يساعدوك هم ممكن رئيسك في العمل يساعدك في هذا الموضوع ولكن إجمالا يوم روتيني فهذا اليوم الروتيني عادة إحنا منقول يوم بسبب الاكتئاب يعني بدخلك بمزاج صعب جدا وفي نفس اللحظة بغلب عليك نوع من أنواع الاكتئاب اطلع من هاي الطاقة بتلاقي الأمور مشت معاك بشكل إيجابي وطلعت قدرت تتجاوزها ولكن ما تخلي الاكتئاب يسيطر عليك والقمر بما أنه في بيت متعبك معناته بسحب من طاقتك أهم شيء أنك تراعي ووضعك الصحي وما تنفعل ما تتخذ أي قرار ما تجازف بأي موضوع ما تتهور في أي مسألة يعني حاول أنه اليوم هذا كأنك بتأخذ إجازة من كل شيء حاول تريح حالك بكرة القمر بنتقل عندك روح اعمل اللي بدك هي بس اليوم خذ إجازة هاي نصيحتي برج الدلو طبعا اليوم بوسعك وتعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تسارع للمشاركة أنت بحاجة للنصيحة بانتظارك لقاء أو موعد ناجح خلال هذا اليوم ومميز لا تهم الواجباتك وكون منظم ودقيق يعني القمر في بيت الصداقة بيتك 11 بدعمك بشكل جيد وممكن أنك تلاقي أي شيء من خلال صديق أو مساعدة من صديق مثل ما ذكرنا أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم يعني شوية نفسية أحسن مرتاح عندك مدعوم بطاقة إيجابية في عندك مخططات معينة ممكن اليوم تنجز كثير من العمال ممكن يكون عندك كثير من الحركات اليوم أو التواصل يعني يوم إيجابي بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فهو روتيني على المستوى المالي يعني اليوم ما فيه لا شيء إيجابي ولا شيء سلبي على حسب روتينك أو على حسب طبيعتك اليوم بتنشط في الأمور المالية إن كان الأمور المالية بالنسبة للبيت الثاني أو للبيت الثامن أهم شيء أنك حاول أنك أنت تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث البيت الثالث بدعمك بشكل جيد اليوم على مستوى التواصل والاتصال ولكن أنه ما رح يكون مثل الأيام الماضية اليوم يعني يمكن يغلب عليك شوية من العصبية أو الحدية في الطباع أو ردات الفعل العنيفة فعشان هيك بدك تمسك حالك من العصبية ومن ردات الفعل الأمور مش مناسبة إنك اليوم تدخل بمشاحنات أو مجادلات أو أنه يكون سهل أي واحد أنه يستفزك خلال هذا النهار يعني بدك تكون هيك شوي في عندك نوع من المرونة بالتعامل اللي عنده امتحان أو عنده دراس اليوم بدوش يعتمد على الحظ بدو يعتمد على مجهوده واللي عنده اتصالات أو عنده حركة اليوم برضو ما بده يكون مندفع أو متهور عساسه أنه ما يتعرضش للإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع يعني البيت الرابع شوي الأمر بدعمك بطريقة معينة ولكن برضو منحذرك من الحدية بالتعامل مش كل الأشخاص ممكن أنهم يفهموا طباعك أو يفهموا طريقة تفكيرك فعشان هيك ممكن تحتد أو تعصب خلال هذا النهار حاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وحاول أنك أنت تتعامل على مستوى البيت بدون تباعد يعني يخلي في إلك اهتمامات معينة منزلية ممكن يقلق بعضكو في بعض المسائل العائلية أو مشكلة مع أحد أفراد العائلة أو ممكن بعض الأعطال تحتاج منه الجهد إما للصيانة أو للترتيب أو بعض الأعمال المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو بيت العاطفة اليوم برضو بينعكس بشكل روتيني فعشان هيك بتتعامل أنت على حسب طبيعتك مع الحبيب ما في أي شيء أو حظ يدعمك في هذا الموضوع أنت بدك تعتمد على جهد نفسك فعشان هيك ممكن اليوم نصير عند بعضكو تقابل وممكن عند بعضكو صير خلافات ما بينكو بين الحبيب طبعا سبب أنه فراغ البيت من الإيجابية والسلبية فعشان هيك على طبيعتك راح تكون أما بالنسبة للبيت السادس برضو مشاكل العمل هي أكثر إشي بأرقك خلال هذا النهار يعني الأشخاص اللي على رأس عملهم هم أكثر ناس متأذين أو اللي بفكروا في مسائلهم أو مصالحهم هم متأذين من مسائل العمل إما تراكم العمل أو إنه كساد بالعمل أو عدم العمل ومأرقهم كثير لأنه بحد من كثير من الأشياء خصوصا الوضع المالي بتأزم من خلال هذا الموضوع وممكن برضو بعض الخسارات المالية تكون خلال هذا النهار فعشان هيك بدك أنت تراعي الظروف وتشغل عقلك بشكل ممتاز عشان تقدر تطلع من هذا الضغط في منكم ممكن يهتم لمسألية صحية أو مشكلة صحية أو يراقب وضعه الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع فارغ تماما برضو من الحضوض عشان هيك بتتعامل بشكل روتيني أنت مع الشريك ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم اليوم بتكون العلاقة ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فزي ما حكينا في البيت الثاني أنه البيت الثاني الثامن برضو ما بد عنكم يعني برضو اليوم روتيني ممكن يكون فيه حصاد لموضوع بعض الأمور المالية كنت طالبها أنت في الفترة الماضية ولكن اليوم لا يصلح أنك أنت تطلب شيء جديد أما بالنسبة للبيت التاسع يعني بعزز قدرتك على الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مع مؤسسات تعليمية أو حتى بأوراق لها علاقة بالسفر أو الأمور لها علاقة ببعض الأوراق القانونية كلها بتكون إيجابية اللي عنده امتحان اليوم أو عنده مقابلة أو عنده دراسة بيكون قوي جداً والوضع عنده إيجابي أما بالنسبة للبيت العاشر بيت المتاعة بيت السمعة يعني الأمور تقريباً برضو روتينية ما فيه أي شيء من برع كان فيه نوع من أنواع الضغط كنا نحذر أنه ما تعمل أي شيء أو مشاكل أو مواجهات قانونية اليوم نقول لك لا اليوم روتيني ولكن ممكن بعضك أنه يعمل اتصالاته مع صديق بالعمل أو زميل بالعمل يساعده في موضوع معين أو ممكن مع رئيسه بالعمل للتواصل لحل مسألة معينة أو مسألة العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول أنه جيد يعني حاميك خلال اليوم فعشان هيك اليوم تقدر تنجز بعض الأعمال تهتم في بعض النشاطات خلال هذا النهار ممكن من بعض النشاطاتها يكون أمور صحية ممكن تهتم بأشياء لها علاقة بتغذية أو مكملات غذائية أو أي شيء له علاقة بالمكملات وفي منكم ممكن يهتم بأدوية أو بوضع صحي لأحد المحبين برج الحوت طبعا القمر موجود في بيت السمعة وبيت العمل فعشان هيك اليوم جيد لا أي شخص بحاول أنه ينجز أعمال اللي على رأس عملهم اليوم بنجحوا في الدفع بمصالحهم بمجال العمل وفي منكم ممكن يبتكر أو يبدأ في إشيء العلاقة بعمل إضافي أو عمل جديد بحافظ على إنجازاته القائمة بتغار على مصالحك ممكن الفترة هاي تكون إما أسوأ أيام الشهر أو تكون أنجح أيام الشهر على حسب تحركاتك وعلى حسب وضعك أنت إشوي تأثيرات القمر الثقيلة عليك بتكون في الفترة هاي وثقيلة على الأعصاب والمعنويات أهم إش أنك ما تتذمر وما تسمع لأي حد أنه يفقدك صبرك وبدك تدير بالك كمان من نقطة أنه أنت ما تطلع سرك أو تشكي لشخص بالوقت هذا لأنه ممكن هذا الشخص يستغلها كنقطة ضعف إليك يساومك عليها أو يكشف سرك في الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول إجمالا في ضغط اليوم فعشان هيك نفسيتك ما بتكون مرتاحة كثير يعني وجود دائما القمر في القوس بيت ضغط عليك بيتك العاشر هاد فعشان هيك يعني بيت السمعة فوجوده دائما بضغطك بشكل كبير أصبر يوم كمان ليوصل القمر لبيتك التاسع تصير الأمور إيجابية أكثر وممكن أنت تحقق إنجازات كثيرة خلال هذا اليوم ولكن أنه اليوم هذا بدك تهتم باللي إحنا ذكرناه في البداية ونفسيتك اليوم ما راح تكون بالشكل القوي يعني حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية على أساس أنك تتجاوز ضغوطات هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي هو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب وضعك على حسب طبيعتك بصير إهتمامك المالي أو ممكن تحقق بعض الإنجازات أو المكاسب على حسب طبيعة عملك وعلى حسب أنت شو بتشتغل أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا على مستوى الاتصالات ممكن تتواصل مع أشخاص اليوم تقنعهم بوجهة نظرك أو تسوق لشيء معين ممكن تنشط بالحركة والدراسة والمطالعة ممكن حث أبناءك على الدراسة ممكن يصير فيه نوع أنواع تعاون ما بينك وبين أخ أو جار لحل مشكلة معينة إجمالا على مستوى التواصل أنت نشيد جدا خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع يعني البيت الرابع شوي بضغطك فعشان يكفي ضغط على مستوى البيت بأرقك شوي ممكن يعني يعمل بعض الأشياء اللي أنت مش حابها أو ما بترغبها اللي هي المشاحنات أو المجادلات أو العطال المنزلية أو الأوامر اللي ممكن تصدر من أفراد العائلة لا إلك هذا كل ياته بضغطك حاول قدر الإمكانك ما تدخل بمواجهات وتجنب دائما إبداء الرأي في هيك وضع على أساس أنه أنت ما تكبر المشكلة وتحتد أنت أكثر وصير الخلاف أكبر ممكن بعضك يهتم في بعض الأعطال المنزلية أو اهتمام في بعض الصيانات أو المشتريات أو الالتزامات البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس يعني بدنا نقول أنه يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية البسيطة جدا على مستوى التواصل مع الحبيب أو ممكن الإتصار الروتيني أو تفقده أو التواصل عادي ولكن زي ما حكينا حاول أنك أنت ما تشتكي على مسامع أحبك يعني ما تحاول أنك تصير بدك تفلفض وتطلع اللي عندك لأنه هذا وقت مش مناسب لهذه الأمور ممكن ينحسب عليك بالفترة القادمة أو ممكن يسجل ضدك للفترة القادمة أما بالنسبة للبيت السادس بتراكم العمل عندك اليوم وبرضو في منك وممكن يشتكي من بعض الآثار السلبية لتوععك صحي أو تعب صحي أو أشياء من هذا القبيل فحاول قدر الإمكان أنك تنجز الإشي المهم من أعمالك خلال هذا النهار وحاول أنك ما تجهد حالك كثير أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة يعني فيه نوع من أنواع الضغط برضو على مستوى بيت الشراكة فاليوم ممكن تحتد بتعاملك مع الشريك بالعاطفي أو بالمال أو ممكن يصير فيه نوع من أنواع المراجعات أو المواجهات حاول قدر الإمكان أنك ما تنفعه وما تعصب خلي الأمور تمشي على أرياحيتها بدون غضب وبدون عصبي أما بالنسبة لها بيتك الثامن فهو فارغ أيضا من أي شيء إيجابي أو سلبي على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك اعتماد الأموال المشتركة باعتمد على طبيعتك وباعتمد على أنت شو بتشتغل أو وضعك الاجتماعي إيشو أما بالنسبة لها بيتك التاسع فإجمالا جيد يعني بتقدر اليوم أنت تجري بعض الاتصالات الخارجية أو مع أشخاص خارج البلاد ممكن تتفقد بعض الأشخاص وممكن اليوم يكون فيه تراصل كثير أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أهم إشي أنك أنت تكون مستعد ومجهز حالك لكل الأمور اللي عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم بنجز على أكمل وجه ما فيه أي شيء بخوف على مستوى الدراسة واللي عنده مسائل قانونية برضو اليوم بتكون لمصلحته أما بالنسبة لها بيتك العاشر فزي ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لها بيتك 11 جيد على مستوى الاتصال مع الأصدقاء أو تواصل مع أصدقاء معينين لدعمك أو ممكن تطلب منهم مشهورة معينة أو مساعدة في أمر معين فما رح يقصروا ورح يدعموك بشكل إيجابي الوضع إجمالا جيد وحاول أنك تستغله بالأشياء اللي بتنفعك أما بالنسبة لبيت المتاعب بيت المتاعب برضو اليوم بيحميك فعشان هيك اليوم بيشكل لك نوع من أنواع الدرع للحماية سهل جدا تكتشف أي شخص بيحاول أنه يتآمر عليك سرعة بديتك عالية جدا ممكن تتعامل معاه بعقلانية وتعرف تحط له حد أما تسمح لواحد متقمص شخصية الصديق أنه يدخل في شؤون حياتك وبرضو ما تسمح للمساوى منهم يساوموك على أمر معين إنجز اللي بتقدر عليه من الأعمال خلال هذا النهار حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وبرضو ممكن يصلك خبر مزعج يتعلق بصحتك أو بصحة أحد معارفك حاول أنك برضو تهتم بعلاجاتك ممكن انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء